وصلت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية والمشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عملها الأسبوع الثاني على التوالي بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية للأسبوع الثاني على التوالي وصلت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية زيارتها الميدانية للمراكز الحكومية بهدف الاطلاع عن كثب على فعالية وكفاءة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للتأكد من توافقها مع برنامج عمل الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي في إطار سعيها لرفع أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى مستويات تنافسية من الإبداع والشفافية والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستويات متقدمة في نيل رضا المراجعين تهدف لجنة تقييم المراكز الحكومية إلى تقليل الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات من خلال تفعيل مبادرات التكامل بين عمليات الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة أن الخطوات التطورية من خلال راصد عمل المراكز سيسهم في توحيد معايير الخدمة المقدمة وما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع ويستند تقييم لجنة المراكز الحكومية على مجموعة من المعايير المحددة بغية إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات الحكومية في كافة المراكز الحكومية من خلال الاحتكام إلى معايير متقدمة لقياس جودة الأداء وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية لترسيخ منهجيات وممارسات رائدة في مجال العمل الحكومي تسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إلى جمهور العملاء نحو مستويات تضمن رضاهم حول أداء القطاع العام قمنا في هذا التقييم بتطويع واستخدام التكنولوجيا في مرحلة استطلاع الرأي من خلال تطبيق تواصل اللي يتيح للجمهور فرصة لمشاركة بتقديم آراءهم وتقييمهم للمراكز الخدمة وهذه راح يزيد من مصداقية استطلاع الرأي ومن الجدير بالذكر أن فترة التقييم النهائية والتي شملت أكثر من سبعين مركزاً من مراكز تقديم الخدمة الحكومية ستنتهي يوم غد بعد أن قامت فرق عمل اللجنة بزيارات ميدانية بإشراف مقيمين متخصصين للمراكز إضافة إلى إصدارها تقارير صادرة عن المتسوقين السريين وإتاحتها الفرصة للجمهور الكريم بتقديم آرائهم من خلال النظام الوطني للشكاوى والمقترحات تواصل